تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات ومن هيئة التحرير ينضم إلينا في الستوديو والزميل حسن الجابري في هذا الرقم من جدل رياضي حسن مرحبا أحلا شكري بداية حسن إذن هل لا وضعت هذا الجدل في سياقه العام ثم لماذا تساعد مع بداية هذا الموسم عودة الجدل شكري حول كثرة مباريات كرة القدم ومدى تأثيرها على اللاعبين خصوصا في أوروبا تصدر الواجهة الرياضية مع بداية الموسم الحالي بعد التوسع الحاصل أخيرا في المسابقات القارية ففي الموسم الحالي تم إطلاق دور أبطال أوروبا بحلته الجديدة مع إضافة مبارتين على الأقل قبل مرحلة خروج المغلوب زيادة على ذلك سيعرف الصيف المقبل إقامة بطولة كأس العالم للأندية في صغتها الجديدة بمشاركة 32 فريقا ما يحتم تباعا على بطل دور أبطال أوروبا الذي يتأهل تلقائيا إلى الموندياليتو خوض ثلاث مباريات في دور المجموعات وأربع ضمن أدوار خروج المغلوب إنه أراد الذهاب حتى النهاية في البطولة القارية مقارنة بمبارتين كانت كفيلتين فقط في النسخ السابقة ليرفع لقب البطولة بل حتى قبل هذه التغييرات اشتكى لعب أبرز البطولات الأوروبية من ازدحام جدول المباريات نتيجة تداخل مباريات البطولة المحلية والقارية على مستوى الأندية التي يشاركون فيها كدور أبطال أوروبا والدوري الأوروبي أو على صعيد المنتخبات كدور الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم للأندية بالإضافة إلى البطولات القارية مثل كأس الأمم الأوروبية ومع تزيد عدد البطولات أصبح جدول المباريات مزدحما معه أصبح اللاعبون يشاركون في عدد غير مسبوق من المباريات في موسم واحد ويؤدي إلى تعرضهم لإصابات تهدد مصارهما الرياضي واحد من أبرز الأمثلة على تأثير هذه الأزمة هو اللاعب الدولي الإسباني رودري الذي تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرباط الصليبي خلال مشاركته مع فريقه منشستر سيتي في الدوري الإنجليزي مطلع هذا الموسم أنهت موسمه مبكرا وذلك نتيجة تلاحق المباريات دون فترات كافية للراحة والتعافي إضافة إلى ذلك تعرض مارك أندري تيرشتيغن حارس مارما بارشلونة ومنتخب ألمانيا لإصابة أنهت هو الآخر موسمه مبكرا دون الحديث عن حالات لعدد من اللاعبين الآخرين سيغيبون لأشهر عديدة بينهما الدولي المغربي إبراهيم دياز لاعب بريال مدريد الإسباني الذي ستمتد فترة غيابه عن الفريقه وعن المنتخب المغربي لمدة ثلاثة أشهر وبين رغبة الهيئات الكوروية حسن الحفاظ على جدوى المباريات وإصرار اللاعبين على التقليص من عددها من جهة أخرى ترى كيف يدافع كل طرف عن موقفه أصوات اللاعبين بدأت تتعالم أخرا شكري حيث عبر العديد منهم عن استياءهم من تزايد الضغوط من بينهم أيضا عدد من المدربين بينهم مدرب مونشستر سيتي الإنجليزي الإسباني بيب جوارديولا الذي يتضرر وسيتضرر من إصابة لاعبه ونجم خط وسطه رودري أيضا مدرب بايرن ميونخ البلجيكي أيضا انضاف إليهم تيبو كورت وحارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا الذي كان قد انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومعه والاتحاد الدولي لكرة القدم بشدة متهما إياهما بتجهل صحة اللاعبين من أجل تحقيق أرباح مالية عبر زيادة عدد المباريات والبطولات ومن أجل الضغط على الجهات المنظمة بدأت نقابات اللاعبين في أوروبا بالتلويح بالقيام بإضرابات اللاعبون يقترحون مجموعة من الحلول لخفض التوتر البدني والنفسي الذي يتعرضون له يطالبون بتقليص عدد المباريات الدولية من خلال تقليل المباريات الودية أو البطولات الأقل أهمية مثل دور الأمم الأوروبية ثم إعادة جدولة البطولات بحيث يدعون إلى توزيع أفضل للمباريات على مدار السنة مع فترات راحة أطول بين البطولات المختلفة يطالبون أيضا بتخفيف ضغط تصفيات البطولات الكبرى في هذا الصدد يطالبون بتقليص عدد مباريات التصفيات الأوروبية أو تعديل النظام بما يتيح للمنتخبات فترة راحة أطول بين المباريات بالمقابل يبدو أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومعه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يقاومان حتى الآن أي محاولات لتقليص عدد البطولات أو إعادة النظر في الأجندة الدولية حيث يعتبران أن هذه البطولات تمثل مصدر دخل ضخم للأندية والاتحادات الوطنية وتعزز من شعبية اللعبة عالمياً وهل هناك من حل يمكن أن يتم التوصل إليه للحد من هذا الجدل حسن؟ يبدو أن الجدل حول ازدحام المباريات الدولية شكري سيستمر في المستقبل القريب خاصة مع تزايد تهديدات اللاعبين بالإضرابات وتواصل تراجع الحالة الصحية للعديد منهم الحلول قد تكمن في تقليص عدد المباريات أو إعادة جدولة البطولات لكن من الواضح أن اللاعبين لن يقفوا مكتوفي الأيدي في حال استمر الوضع على ما هو عليه في نهاية المطاف سيبقى السؤال مفتوحاً هل ستكون الأرباح المالية أولوية دائمة على حساب صحة اللاعبين أم أن صوت اللاعبين سيصل في النهاية إلى تغيير جدري في بنية كرة القدم العالمية